الحقيقة مؤتمر الكابتن الخطيب ألقى الضوء الكاشف على قيمة الكرة على قيمة كرة القدم في تأثيرها على المشاعر العامة للجماهير والمزاج الشعب العام على فكرة لأنه انشغال برامج التوكشو كلها بالمؤتمر وما حدث فيه خلى واحد زي الأستاذ أحمد موسى بقى ترند عمل أعلى نسب مشاهدة في التصادم الكبير جدا الكروسفاير اللي حصل على شاشة برنامجه على مسؤوليتي بين الأستاذ جمال علام والمهندس أحمد مجاهد كانت ليلة مهمة جدا نشوف بداية الأستاذ أحمد موسى بعد المؤتمر قليل خطيب النهاردة سجل الأهداف حطي لك بقى إيه أشار لك كده لاتحاد عمل أقول لي أكلم الكابتن جمال علام عملت وقل له آه أرجع لمهندس ثاني أبو ريد أقول له عملت وقل لي آه ده ما جابوش ما حدش بعتلي أرجع لجمال علام تاني يا أستاذ جمال هان يا بريد أقول لك هان يا بريد صح وانا صح يعني احنا الاتنين صح إزاي تيجي يعني حاجة في الشارع وحاجة في الغرب إزاي النهاردة الأهل بيدي درس لما رئيس النادي الأهلي يتكلم في مؤتمر صعفي صوت الخطيب ما طلعش هادي جدا لا شط هنا ولا شتم حد ولا جاب سيرت حد وحاجة إيه عظيمة وقال لك هو ده النادي الأهلي الله أكبر هو ده النادي الأهلي السيد الوزير لما كان بعانا قال لك بعاتولي بس ما فيهاش دور الأبطال قال إقامة النهائية دور الأبطال يبقى مين بقى اللي عمله الاتحاد المصر وكرة القدم هو المسؤول السيد جمال علام ومعاه المدير التنفيذي الأستاذ العطار فالأستاذ العطار قال لك ما جلناش جواب الأول وبعدين قال لك آه قصوا الجواب آه ما نديشي خطيب مراسلات ده بعاتل الدكتور ساعد شلبي عشان يقوله ادينا قال لي منشا نديكو هي أسرار حربية هو سر حرب عندك أنت مسؤولاتك تتكلم عن أنديه وتخاطب الأنديه وتدي الأنديه أنت مالك اتحاد مالك هو أنت اتحاد مسؤول عن أنديه المصرية ولا مسؤول عن أنديه أخرى ليه تتخلى عن دورك ومسؤولاتك لاتحاد المصر وكرة القدم يشيل الموضوع بالكامل ويقدم استقالته فورا ليه لأنه كاذبه أنت كذبت ودلست ولم تكن أمينا وبالتالي ما حد يشاسق فيك بعد كده رغم أن أنا ضد فكرة أن كل ما يحصل غلط بنطالب الناس بالاستقالة لأن الاستقالات مش هتحل ولكن أنا المراضي الأستاذ أحمد موسى قال لك ليه أنا بقول لك الشيء الوحيد الشيء الوحيد المسموح للناس الانتقاضي العلني الكذب لأنه كذبه وفكرة أنك أنت تمضي ناس وناس ما تمضيش عشان مش موافقة تدخل في الكذب ما عملت أنك تحط لي قرار في جلسة سابقة لم ينقش فيها الأمر ما هذا الكذبه واضح فمسألة الكذب خطيرة جدا أستاذ إبراهيم لأنها ما هو اللي يجذب عليك يجذب على اتحاد الدولي لما يكون عنده قضية وطالب بيانات من عنده فتمشيها في الاتجاه اللي أنت عايزه مدام وجدت خلاص طيب الأداء المسؤول لكابتن محمود الخطيب كان شاهد عليها لو سيد علي الصحف الكبير والإعلامي المتميز نشوف شهادته على المؤتمر كانت النهاردة المؤتمر الصحفي احتراماً لمجلس إدارة النادي الأهلي الذي يتخذ قرارات بالإجماع وبرجد وبتعقل ولا أحد يتكلم بإسمه احترامي أنه في النادي الأهلي واحد زي الخطيب رجل دولة تقدر تقول هذا رجل دولة محترم بيعرف الكلمة بتطلع إزاي رايحة فين لا يخطئ أبداً أنا عدت أنتظر كده أبص المحمود الخطيب عشان أشوف كيف يتصرف بقى هذا الرجل الرجل دولة حقيقة لا بيغلط في حد ولا بيتجاوز وكلامه محسوب ومجلس الإدارة قاعد كده وكلهم ولا يتكلم بإسمه نموذج لأحد مؤسسات الدولة المصرية إذا كنا بنتكلم على أن في بعض المؤسسات الأخرى عليها علامة أكس لازم نقول أن هذا وهذا والله العظيم ليس تعصباً ولا أي شيء تماماً تماماً وأتمنى أن كل المؤسسات تدار بنفس طريقة النادي الأندي دي زاوية تانية ركز عليها الأستاذ سيد علي وهي زاوية مهمة جداً جداً وأنت تتعرض لأخصى درجات القهر والظلم الإداري وعمل مؤتمر بتشرح فيه كافة ظلمة إنك تتماسك وتبقى مسؤول في ألفاظك في شكلك في توجيه الخطاب لمن يهمه الأمر وكان منصفاً جداً 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 عندما برأ السيد الوزير لأن كلنا على فترات صباحة كانت كل الناس بتقول الوزارة 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 تكتشف أن الوزارة كانت حريصة على المساندة ولكن عايزين دورها يكتمل أن توصلنا للحقاء فأنت أنت النهاردة إدراك أنك أنت تبقى يعني هو المسأل بس ما بحبوش قوي هنا أخذ الحق حرفة ولكن برضو أخذ الحق وقار وتقاليد ومسئولية وأن تحسن تمثيل مؤسسة بتاعتك مش تخد عشان الناس خايفة منك ولكن تأخذ الحق لأنك مقنع بأنك صاحب حق باقتناع وأعتقد أن المؤتمر ده قد يسفر عن تعديلات في الاتحاد الإفريقي الإفريقي في نظام المصابقات وقطعا سوف يسفر عن تعديلات في وسيلة الإدارة داخلية إدارة كرة القدر ده كلام مهم جدا لكن اللي بيسألوا عن مبادئ الأهلي وقد إيه قوية يسمعوا سيف زح توقعت حاجات كتيرة جدا في المؤتمر ولكن اللي توقعته لقيته والزيادة زيادة وهي المبادئ القوية للنادي الأهلي النهاردة والمشهد الرائع اللي تلع به الكابتن محمود الخطيب اللي طلع الاتحاد الأفريقي من الجيم وخروج الاتحاد الأفريقي من الجيم يدل على وضوح وصراحة النادي الأهلي شاف أنه ملوش طرف خلاص اخرج انت طب اتحاد الكورة ما بعدش ليه طب الجواب جيه ما تبعدش ليه اللي وزارة ورد على الاتحاد الأفريقي أقوله لا أنا مش حايزة نظم بس خليها في أرض محايدة إذن أنا مش في الجيم أصلا طب إحنا مش موجودين ليه ده جواب هحطه جالي الاتحاد الأفريقي هبعته وبعد كده بقى الناس تخش الخناء لكن أنا أصلا مش في الخناء طب أنا مش في الخناء ليه ده أنا عندي فريق بيلعب رايح المباراة النهائية بنسبة 99% هنا حق النادي الأهلي راح هنا حق جمهور النادي الأهلي راح هنا الخطيب ليه حق أنه هو يعمل المؤتمر الصحفي ليه أنا ما لعبتش على أرضي ولا لعبت في أرض محايدة إذن العدل أنا أصلا ما كنتش موجود في الجيم اللي بطلبه من الاتحاد الأفريقي مش موجود رد النهاردة الأستاذ جمال علام على الموضوع بالنسبة لنا مش مفهوم اللي أنا مستغرب له أن أنا عمال أقول وأكلم الاتحاد الأفريقي وأقول هنا وأقول هنا وما حدش يطلع علينا من مسؤول الاتحاد الكوري يقول لي إحنا مش في الجيم هو ده السؤال هي دي علامة استفهام ليه كنا بنتكلم وإحنا مش في الجيم ليه يترد على الخطيب أن إحنا بعتنا ثم ما بعتناش ثم قلنا في أرض محايدة طب ليه ما نخش الجيم وبعد كده نتفاوض على الأرض المحايدة هي دي الأسئلة اللي الناس النهاردة بتسألها طبعا دي جانب برضو مهم جدا 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 لكن برضو أستاذ برين لو تذكر أقول لك اتحاد الكورة أبسط حاجة إنه ما كانش يسيب موضوع التذاكر مثلا ده الندي بتاعك لو عشر تلات تذكارة وفي ناس مسافرة ما كنت شلت العبء ده وتصددت أنت كاتحاد وجبت حق النادي الأهلي على الأهلي كنت اديت فرصة للتفرغ بشكل أكثر تركيز للمباراة لأن ما تقوليش إن اللعيبة وان كانتش حاسة لأ كانت حاسة طبعا كل حاجة خلاص احنا معنا تليفوناتنا وعايشين الدنيا فنقلنا التوتر ونقلنا الإحساس بالظلم يعني عنا كنت أهلي بقى خلاص اتحاد الإفريقي قال لك عشر تلات تذكارة دمها موضوعا لأن والوزارة تبقى مشاركة برضو ده جماهير وعمل سياسي برضو يعني يعني انت الأهلي كان يحارب توحين الهواء منفردا وعشان كده كل الناس حست قد إيه لأهل الظلم واحد من هؤلاء المتابعين والمراقبين الأهلوية رجل الأعمال نجيب سويرس نسمعه مع الأستاذ سيد علي بما إنك أهلاوي الحقيقة بارح كان فيه كلام شديد الأهمية والكابت الخطيب طلع استعرض بشكل محترم وكرجل دولة مسؤول فيه قدر من الرجل وحكى اللي حصل بالنسباله من الكاف ومن اتحاد الكرة ويعني مش عايف احنا رايحين لحد فين بقى هو الحقيقة يعني الجد في الموضوع ده الأهل الظلم أولا مش سنة أحلاوي يعني أنا مش أنا لو كانت في حاجة غلط كنت قلت لا الموضوع ده الأهل الظلم فيه بصراحة الأهل الظلم فيه طيب حضرتك مع رحيل اتحاد الكرة ونجيب مدرب عالمي بطأم عالمي أيا كان المرتب اللي هياخده نعمل مدارس للناشئين وحتى لو المبلغ كبير أنا أظن أن كثير من رجال الأعمال كافلين أن هم يتولوا هذا المرتب هذا الرجل المدير الأعمال والفريق اللي معه الكوتش العالمي والفريق والمدربين اللي معه هو مش مسئلة مدرب بس المنظومة كلها لازم يعود النظر فيها يعني المنظومة كلها لازم تكون زي ما بقولك يعني أنا برجع تاني الخطوة القولة أنك أنت تطرح الأندية دي لتخصخصها وتبعد تدخل الدولة عنها خالص ده اللي خطفة القولة دي رياضة ورياضة شعبية والشعب لما يكون بيملك النادي هو اللي حاسب النادي ويحاسب الإدارة طبعا لو خاصنا المنظر دي بعد كده اتحاد الكرة ده يكون بالانتخاب ويكون برضو مفتوح للجيل التالي والشباب بحنا فيه أسماء يعني يعني الزهقنا منها يعني غير ذكر أسامي يعني فالشباب برضو لازم ياخد ربصة الشباب اللي تعلم بره لدرس في أكاديميات اللي المشرفنا في كل حياتة موجود في كل مكان ندور عليه ونجيبه ونغير الجيل شوية الجيل اللي هو أحباطنا ده يعني كخيلة وخلي عندك يعني كرامة خلاص بذلك انت أفشلتنا كده إنما كل واحد قعد بيتابت في الكرسي وبس تابت في الكرسي ده ما باروش شهر مرحيش يعني